بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم كيف ننزل الدارت على نظام ماكو اس في البداية انت لازل تكون في عندك الباكيج مانيجا الاسمه هوم برو ايش الفائدة منه؟ استخدامه بقدر نزل الدارت بكل سهولة طيب جميل خلنتعرف كيف راح تلاقي لينك الهوم برو في الدسكريبشن في البداية بتعمل كوبي للكود الموجود هون كبست عليه وبفتح التيرميل بعمل كونترول في افرض انك انت مالك التيرميل تحت شو راح تعمل؟ باستخدام الكومند سبيس السبيس معناتها المصدر كومند سبيس وبتعمل سيرج على كلمة اسمها التيرميل ساعت راح تظهر عندك وبتعملها كلك او بتكبس هنا على الابليكيشنز و راح تلاقي التيرميل وبتعمل هنا انتر هنا سيطلب منك الباسورد الخاص في الجهاز و انت بتكتب ما راح يضر عندك ولا اي اشي اكتب الباسورد صح بعدين سوي انتر نقطة مهمة الباسورد و انت بتكتبه باسورد جهازك تسجيل الدخول على جهازك هنا بتطلب منك تكبس انتر عشان يكمل التنزيل وهي قاعد بنزل الباكتج مانيجر هيك خلصنا التنزيل لكن شاف انه في عندنا مشكلة انه الباس هوا مش موجود عندنا على جهازنا نكتب هنا نانو تلدي علامة الشوارب بعدين فوروود ستلاش بعدين دوت بعدين إز أس أتش آر سي بعدين بتكبس انتر لما تكبس انتر مش شرط تلاقي عندك هذا الاكسبورد لكن راح اضيف لك انا هذا الاكسبورد بالديسكريبشن بتعمل له كوبي وبتضيفه هون زي ما حكيت لك مش لازم يكون في عندك هاي الاكسبورد موجود عندك داخل جهازك ممكن تكون فاضي هون منزل سطر جديد بالأسهم بنعمل كنترول V بعدين بنعمل كنترول X بعدين Y عشان أحفظ التعديلات يعني يس بعدين انتر هس عشان أحفظ التعديلات اللي سويتها بكتب source إشارة تلدي إشارة الشوارب .zhrc هو شو صار انه انا هون حطيت ايش كومت عدلتها . وهيزبطها هيك أمورنا تمام قبل ما تكتب هاو الكود اللي هو broken configuration يفضل انك تسكر التيرمنال بعدين تفتح التيرمنال من أول وجديد طيب ليه عشان يأخذ العددات بشكل صحيح بعدين ساعتها وبتكتب هون pro configuration هي pro config تمام؟ يعني سكر التيرمنال تفتح من أول وجديد وكتب pro config حس بنكتب هون pro دكتور هنا عشان يتأكد انه ما في عندنا ولا اي مشكلة اذا واجهت اي مشكلة في التنزيل احنا في عندنا قروب على التليقراب اكيد شفته خلال الفيديو انضم لي هذا القروب ورح تلاقي فيه حلول لكل المشاكل يتواجهك وكمان تقدر تكتب في التعليقات على اليوتيوب تحت كل فيديو المشاكل يتواجهك او حاب نحسن في طريق الشرح في نقطة معينة او حاب ان اشرح لك فكرة معينة خلينا نكمل ننتقل هسا كيف ننزل SDK لاوج على جهاز الماك هتلاقي في description هطلق لنك اللي هي get the dart SDK او ممكن تعمل search dart SDK language تكرة بكل بساطة ايش هو SDK جهازك الماكو اس ما بيعرف الدارد ال SDK هي بتفهم جهازك انه تعني كتب بلغة الدارد طب ايش هو اختصار SDK software to plummet kit في المستقبل راح اشرح لك ايها بالتفصيل هاس سنتركز فيها كثير نعمل click عليها وننزل لتحت واتأكد انك انت مختار نظام الماكو اس اول ايش نفتح التيرمينال قطت لك ايهم جنب بعض هون بشرح لك كمان اذا ما لكتو تحت command space وبتعمل search على التيرمينال وبتعمل هون انتر او click هسه بيقولك لازم تكونت منزل هومبرو نزلناها ناخذ اول سطر كوبي ونعمل هون كماند في مش كنترول كماند في في الماكو اس ما في عنا كنترول سي في عنا كماند سي كماند في يعني كماند سي هي الكوبي كماند في هي البست او ممكن تعمل right click copy right click paste هاي قاعد بنزل طبعا هو نازل عندي من قبل فانتبهت اعمل لي auto update بس هو رح ينزل عندك بشكل صحيح ان شاء الله بنختار هس الامر الثاني ونعمل له command c command v وهس رح يبلش ينزل الدار هاي قاعد بنزلها بشكل صحيح وهيك الدارت نزلت انا بشكل صحيح مية في مية نقطة مهمة بدي احكي لك اياها هذا ال error الظاهر قدامك مش رح يظهر عندك انا بس في عندي شغلة اسمها اكس كود مش عاملوها التحديث كاخر نسخة ايش هو الاكس كود اكس كود هو عبارة عن برنامج بنطور في تطبيقات ال اي او اس لك الدارت رح اشرح لك اياه بشكل مفصل وتعلم الفلتر هسا نسك منه ما بين الصعب الامور احالنا اللي شفت ال error هذا ظهر عندك ما تحط له اي اعتبار كمان بدي اشرح لك فكرة ثاني الدارت بنزل منها نسخات جديدة اذا حبيت تتحدث الدارت بس بتنسخها بالسطر برو upgrade دارت رح يحدث لك الدارت لاخر نسخة خلني اعمل clear ونتأكد انه الدارت موجودة يس هاي الدارت شغالت ممكن اكتب هسا هون مثلا دارت double dash virgin عشان اتأكد انه نسخة الدارت موجودة عندي صحيحة يس هاي الدارت اخر نسخة وهي stable مستقروا وهيك بكون خلصنا تنزيل الدارت على نظامنا الماكو اس في النهاية اتمنى تكون المحاضرة كانت سهلة ثم يشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة واذا واجهت اي مشكلة اكتب ليها في التعليقات وياتي كمراك